رحلة 25 سناء في المهجر والقلب في تونس ما نعرش يأيدني في العنوان هذيو إلا ليه نخذه معنا مباشرة من باريس مرحبا سي سامير مرحبا عسلام أبو خد كوثر مرحبا بإذع الوطنية التونسية في تونس مرحبا بكل مستمعين في أرض الوطن وخارج أرض الوطن مرحبا بيكو بيكو إحنا أسمعني هو سؤال ما اتفقنيش عليه سي سامير ولكن احنا ما وديما الأسطورة تقول نهار لحد في تونس نطيب وكوسكسي انتوما اليوم شنين طيبين غاديكا في باريس صديتو في الدار ولا في الريستوران لا لا في الدار دا نرجع للريستوران في الدار والله هادام اليوم بفترتش في الدار ما يكذبش عليك خلال اليوم غدوة عندنا في فرنسا جور فرية طوك عندي برشة خدمة في الريستوران دوك اليوم ميدي ما روحش للدار مافترتش في الدار طرحة تلي يعني نمشي للريستوران اللي هو كل فود هو مؤخرا هذي هذي مؤخرا المطعم اللي وقع انشاءه يجمع بارشة وينسا ريد في الصفحة متاعك سي سامير بارشة وجوه فنية غاديك في الريستوران هذيك تقول معناه في تونس موجودة ولكنه هو في قلب باريس والله بيننسبة الوجوه الفنية براسك لأحباب والاصحاب معناها للفنانين والمضيعين والصحاطيين والرياضيين كل يجو بحذانة بكل الأنصاف مثلا جعفر الجاسمي على الشاب بفوزي بن جمرة الشاب عيماد رقوف ماهر كل 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 سنانين ومبراسك كل الرياضيين وكل برشة برشة جو بحذانة الوجهة مش فقط للريستوران بل وايضا لسي سامير اللي هو معروف زيدا بالأعمال متاعه الخيرية بالعطاء متاعه لولاد بلاده في تونس نحكي على ربما هل حملات التبرع اللي كانت في فترة كوفيد اللي زيدا كانت مناسبتية في بعض المثلا كنا نحكي على العودة المدرسية على موايد الفطار في رمضة وغيرها نحبو نتعرف عليك أكثر سي سامير والله وقفنا 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 لتونس ما أنا مش بوحدة بالناش والأحباب والأصحاب قمنا سعى صفحة احنا صفحة فيسبوك اسمها مدنيني في باريس وقفنا في الحملة متاع الكوفيد هذه برشة معناها ماشينات متاع الأكسجان وبر هبايا هذه معناها ما يقارب بشتر كونتينير متاع الكراسي للأصحاب الإعاقة معناها البدانية بالنسبة حظرنا ما يقارب كونتينير متاع أدواء وللأسف ما نجمناش نهزوها لتونس هزيناها لدولة أخرى لا علينا في ذكر بش من داكلوش في مقتطفات أخرى الله غالب ما نجمش دخلها مشكل إدارية متاع وراقة؟ مشكل إدارية متاع وراقة معناها وصلنا حتى الفوق كلمنا حتى مع ناس الفوق الله غالب عندي زيدا ما دارنا حكينا خلينا نحكو عندي سيارة إسعاف معناها على بلا بها الزعفر الجاسمي وعلى بلا بها الملس بيطارة متاع نبنين الشيطة تتويكل عما يقارب عام ونص مداما نطيش أهنا مشرية وموجودة غديكة والله يا العظيم إذا فمنا معناها وأنا ما أقول لك أيش سمحني في الكلمة أيش ما عايش نحب نتدخل لا 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 إلا هذا إلا إنك تئس إن شاء الله نحن نعاونوك علش ليه وديوينها راي منخرتها معنا في الموضوع هذي وإلا في كل حاجة أنا مدام كل شي كما تعرف ما ندخلت أستفحى كل شي بالوثائق صحيح كل شي معناها بالواحد موجود من نسبة سيارة الإشعاف بالوثائق والتصاور وموجودة إلى يومنا هذا معناها إذا فمنا شكور معناها طويق من المستمعين في تونس يغير على تونس يحب الوطنية ويحب معناها هذه مستعدة تود السويت هذه تدخل التونس حاضروا الكل نستني هاو رقمك عندي هاو رقمي معناها موجود عندي كنتي أتو ممو طلبني يقول لي يا سمير هاو سيدة هذي بيش بره مش يدخلها تونس أتو ممو ما دم على الظمة بيه 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 هذي حاجة إن شاء الله نفضوها من هنا لأحد الجي إن شاء الله تجي البشرة يا ربي وتدخل سيارة الإسعاف المدنينة من سيارة الإسعاف لا نجمش ندخلها للمدنينة جعف القاس إنني حب ندخلها بشي ندخلها لدولة أخرى معنا اللي يتو في حالة بتاكها ذات دولة أخرى ما نحبش ندخل مدام في مور بتاع تعرف هتر هنا مالك مستش نتجوزها ولا نتجوزها ما نجمش هزها هي متازلت هنا نقول لهم طيشة طيشة والله عندها عام ونص يا مادام والله عندها عام ونص والله يمش هيبناك المبلغ يا مادام ما بالنسبة الكونتينير متاع أدواء قاعدت مادام تكلمت عليها خمسة إذعات جو حتى لعنها وعملوا معنا ترجلوا ما نجمش بالنسبة الكراسين المواقين يا مادام من نجمش خرجها من الديوانة على واحد مسؤول تكلف أخسر عليها قال لي ضيعت الدوسي ندخل أنا أكمل أخير وعندي شهود يا مادام نحبش يمضي ندخل كرهونا في عاملين الخير يا مادام مش خير تزح تزمعنا خندخل لتونس لدولة الوطنية على يا ربي على لدخل لتلاث سيارة لدوالة كراسي المواقين كراسي المواقين يا مادام مشترك تصل لتونس بعد ذلك تحسيزهم الدوانة من نجل مش خرجوا ولكن زدف المقابل سي سامير واحد مسؤول يا مادام واحد مسؤول مشينا له كي توصل معنا يشكون بيكلمني واحد كبير مسؤول نقول له صاحبه شكو فهمتك كلمني واحد مسؤول قال لي جي بنا دوسي هزينا لدوسي بعد شهر وانا نعمل وانا نعمل وانا في حملة افتار صائم وقفين برشا لحملة افتار صائم اي في باريز وإلا الهني في تونس حملة افتار احنا مادام من الجنوب بدون جهوية اي احنا في مدنين وصلنا مادام تويكل دورة ثالث نمشين للدورة الرابعة كل رمضان مادام نوكل وما يقارب يومين في مانيمات شح ماشا الله ماشا الله اي بالحم وخبز ودجلة وحليب وكذا وكذا لكن الحمد لله بخفة الرجال وخفة النار ست ست سامير كانت تسمح اوقات في بلاستيك على خطر السود قاعد يتقطع قلت لي فما حملات افتار وموائد افتار اللي هي بعيدا عن الجهوية احنا اليوم على سبيل الذكر للحصر معنا سي سامير العماري اللي هو بالاساس ولد مدنين هذك عليش ربما ديما ينظر للاخلالات والمشاكل اللي في مدنين ويعاون ولاد بلاده ولكن عنا زادة قص على ذلك بارشة امثلة من كل ولايات الجمهورية التونسية ايضا كانت فما حملات ضخمة لتأمين العودة المدرسية لعدد من التلاميذ معايا سي سامير ولمدنا ما يقارب 11 فنان وربعين ميجيشيان معناها ميجيشيان بكل أنواحهم وعملنا المدخول متحمة شلنا بهم معنا هم تعالى لالصغر المحتاجين للونترسكولير اي هذي كان في أي سنة؟ هذي منها ديمة كل عام كل عام احنا متتطدق طويقا ما داما قبلك انتم انا هكنا تقول نظروا ما داما بمناسبة تعالى العيب الأمهات اللي هي مش كل فانتشيش نعملوا ما دام حفلة ومش الليموا فيها الأمهات مش طبعا مش الأمهات كل بوس معناها مش تكون هذية في مدين يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة موئنا سؤالي مقصودة راهوا الهنا وقل نحكيه على إشكاليات ربما هكا ساعت تثقل للواحد قلب ويقول لنا فديت وفك علي وغيره ولكن لا باقي مصر انه انه يقدم يد المساعدة صراحة صراحة معناها فديت مش نعمل معناها حاجة نقول هذية التونس والوطن شنو اللي نعمل نعمل معناها الزوال اللي معناها 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 مع عملية عملية أونيلا رانا دوخ ونعمل وطول مستحيل اللي حاسد وانيزيت باب حاجة كنا هيك مدام نقففها اما بش نحكو معناها باسم هذي كان دزل خطر وانا تمت تجربات سياسية وانا على فكرة اخي كوث كنا يعطوني الناس كل لا انت مي إلى اي حاجة سياسية مهما كان لقبل ولليوم بتقلب للمدنين ومدام لعناها مع فن تحبس كل شي اي محليها محليها وقت وديدك حاجة اخرى ودام كي بنحكو على المدنين احنا اخد كوثور كي ما تعرف منها ثلاثة سنين تالي هذينا كار مرشدية زينة وعزيزة اي المدنين نحكو طوي شوي رياضة اي يعطيني اي زينة وعزينة ازيرة زينة وعزيزة لولمبيد المدنين وهي مرشدية يستقلوا فيها تواهدها من كده وفي بالي ازياء رياضية اي 250 زي رياضي اي 56 تحدي هذي يولي تعملون واسناها هذينا معناها ازياء رياضية للفوت ازياء رياضية للهون اي يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة خدمة كبيرة انتي في كل مرة تحكي تقول احنا احنا التبرعات هذية وهل العمليات المختلفة والإعانات هذية المختلفة معناها يشاركوا فيها ثل من المواطنين اتوين سمعاك وليه مدام هو انا ما نحبش نقول انا خدرك انا صاحب الصفحة اي وانا مانا صاحب الافكار وانا اللي بدت مانا بالعمليات هذه ما نحبش نحكي مدام انا انتي خذيت البيدرة وهم عاونوك هنكي نحكو احنا هنه نحكي مانا مدام باسم الله كله خيال اللي قاعدين يعاونه الحقيقة يعطيك صحة بارك الله فيك حاجة تشرف وتعمل 66 كيف ومحليه وقت الرد الجميل لبلادنا بصفة عامة و للجهة متاعنا و القريتنا بصفة خاصة لهنا بالحق تقول بالحق تونس والليدة وجيبت برشة رجال ونساء رد الجميل لها البلاد العزيزة الغالية